لا أتحمل أي طعن في أهل غزة رجالهم ونساؤهم وأطفالهم فوق رؤوسنا وأنا عاهدت نفسي أن أكون صوت أهل غزة في هذه المحنة أكون صوتهم الذي ضعف بسبب القصف أكون صوتهم الذي دفن تحت الركام والأرض وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وأنا سأنصرهم بما أستطيع قناعتي بأن أي كلمة لوم وعتاب وتشفي من أهل غزة هي رصاصة غدر في صدور أهل غزة وبالتالي أي مخذل لأهل غزة يكون شبيها بنتنياهو نتنياهو الصهيوني أصلي وهذا المخذل الصهيوني وظيفي يؤدي إحدى وظائفهم الخسيسة حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي كل من ينتسب إلى فكره ومثل منهجه يا قوم وعند الله تجتمع الخصوم سيكون كل أهل غزة حيهم وشهيدهم خصومكم عند الله ولا بارك الله تعالى في جهلكم وقلة فهمكم